وكان من دعائه عليه السلام إذا اعتدي عليه أو رأى من الظالمين ما لا يحب اللهم صل على محمد وآل محمد يا من لا يخفى علي أنباء المتظلمين ويا من لا يحتاج في قصصهم إلى شهادات الشاهدين ويا من قربت نصرته من المظلومين ويا من بعد عونه عن الظالمين قد علمت يا إلهي ما نالني من عدوك مما حضرت وانتهكه مني مما حجست علي بطرا في نعمتك عنده واغترارا بنكيرك علي اللهم فصل على محمد وآله واخذ ظالمي وعدوي عن ظلمي بقوتك وفلول حده عني بقدرتك واجعل له شغلا فيما يليه وعجزا عما يناويه اللهم وصل على محمد وآله ولا تسوغ له ظلمي وأحسن عليه عوني وعصمني من مثل أفعاله ولا تجعلني في مثل حاله اللهم صل على محمد وآله وأعدني عليه عدوى حاضرة تكون من غيظي بشفاء ومن حنقي عليه وفاء اللهم صل على محمد وآله وعوضني من ظلمه لي عفواك وأبدلني بسوء صنيعه برحمتك فكل مكروه جلل دون صخطك وكل مرزية سواهم مع موجدتك اللهم فكما كرهت إلي أن أظلم فقني من أن أظلم اللهم لا أشكو إلى أحد سواك ولا أستعين بحاكم غيرك حاشاك وصل على محمد وآله وصل دعائي بالإجابة وقرن شكايتي بالتغيير اللهم لا تفتني بالقنوط من إنصافك ولا تفتنه بالأمن من إنكارك فيصر على ظلمي ويحاضرني بحقه وعرفه عما قليل ما أوعدت الظالمين وعرفني ما وعدت من إجابة المضطرين اللهم صل على محمد وآله ووفقني لقبولي ما قضيت لي وعلي ورضني بما أخذت لي ومني واهدني للتي هي أقوام واستعملني بما هو أسلام اللهم وإن كانت الخيرة لي عندك في تأخير الأخذ لي وتركي الانتقام ممن ظلمني إلى يوم الفاصل ومجمع الخاص وصل على محمد وآله وأيدني منك بنيتين صادقة وصبر الدائم وأعذني من سوء الرغبة وهلعي أهل الحرص وصور في قلبي مثال ما ادخرت لي من ثوابك وعدت لخصمي من جزائك وعقابك واجعل ذلك سببا لقناعتي بما قضيت وثقتي بما تخيارت أمين رب العالمين إنك ذو الفضل العظيم وأنت على كل شيء قدير برحمتك يا رحم الراحمين